اعقدت اللجنة العالمية للمناطق المحمية The World Commission on Protected Areas المعروفة بWCPA اجتماعها في محمية الشوف وهو الاول الذي يعقد في منطقة الشرق الاوسط خلال ستين عاما من تأسيس هذه اللجنة وتستمر فعالياته بين تسعة و خمسة عشر من نيسان جميل It's absolutely about drawing sites into the programming and using the framework and essentially the WCPA engine and and most you know the vehicle that we have in each country to try and then support protected areas to increase في اليوم الأول جال المشاركون في المحمية وتخلله تقديم لأعمال الاجتماع من رئيسة اللجنة العالمية للمناطق المحمية WCPA كاثي مكينن من بريطانيا تلاه ترحيب من مدير محمية أرز الشوف للمدى الحيوي نزار هاني فورترس هذا فقط للمدى الحيوي اليوم متل ما شفتي بجولتنا بالمحمية بطل فينا نحكي عن البيئة عموميات صرنا بنا نحكي تفاصيل صرنا عم نحكي نظم إيكولوجية صرنا عم نحكي تغيرات مناخية صرنا عم نحكي زراعة إيكولوجية صرنا عم نحكي ممرات إيكولوجية يعني هاي دي مواضيع بدوا يكتب عنا الشخص بعلم وبتخصص ويطلع على كل هالريبورتز اللي عابين عملوا من شين نقدر نوصلها للعيمة من الناس ونوصلها لأهلنا بهالضياء لنقدر نحافظ على هالنظم كلها سوا بضل هالتغيرات اللي عم بتصير وشملت المحطة الأولى زيارة إلى قلعة نيحة تاريخية ومشاهدة حيوانات الطبسون روك هيريكس والتي ينوف عددها عن خمسمائة تلتها زيارة موقع تصنيع الكمبوست والمدرجات الزراعية القديمة في معاصر الشوف أما في اليوم الثاني فقد حضر أعضاء من المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وغرب آسيا منهم القائم بأعمال المنصق الإقليمي للبرامج في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر أكيد كثير حيضيف للمنطقة محمية أرزشوف تشرف أي حدا باندمامها لقائمة الخضراء هذا أحد الأشياء اللي تم بحثه على المستوى الريجنال خلال هذا الاجتماع أن محمية أرزشوف فيها كل المقاومات لازم تمشي في الإجراءات مستشار الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور سعيد دمهورية وثلاثة وثلاثون عضوا من اللجنة التنظيمية لWCPA من الهند الدنمارك سويسرا المملكة المتحدة روسيا أندونيسيا كولومبيا كندا الولايات المتحدة أستراليا إيطاليا فرنسا جنوب أفريقيا الأردن سلوفينيا تونس والبرازيل أريد أن منا نحن هنا في الشوف بفتيت كيف يكون كل شيء يكون قادم كيف يمتلك كمهم أن يمتلك الحلمون كيف ي منظر هنصر وهكذا مدفع المتحدة Well I think the restoration project that's going on here with the Al Shuf reserve is first rate. I think that trying to, the size of the effort, the ambition of the effort, involving the local people, working with some of the refugees, I think it's just a laudable effort. It's something I'm going to tell people about wherever I go that this is a process that's bringing people together to not only conserve nature, ويقومون أعطينا إلى نشر ما نحن 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 مثالي من جيدة تحديث عندما يحاولون تنفسي نشيط الأشياء تفهم ماذا يفعلون ماذا يفعلون ويستطيع أن تحديد ذلك المعرفة للغاية كما قلنا قلنا قبل عن نهاية الدكتورة العالمية المعرفة 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 التي نقوم بسيطة المعرفة على ما نظر أن نظر كذلك كما نظر كذلك في النترية المعرفة وفي هذه المعرفة وحضر من لبنان ممثلة وزارة البيئة رئيسة قسم النظم البيئية لارا سماحة ورئيس لجنة محمية أرز الشوف للمدى الحيوي شارلين جيم ومدير المحمية نزار هاني وأعضاء من فريق المحمية ورئيس جمعية غادي فادي غانم بمناسبة انضمامها مؤخرا إلى لجنة ايو سي ان مع حضور مميز لإعلاميين من لبنان والدول العربية والأجنبية وتمت في اليوم الثاني مناقشة أمور تقنية وإدارية هامة فضلا عن تجارب ومبادرات في مناطق عدة من العالم لتبادل الخبرات لذا هذا مجرد للتجارب لتجارب ومعجبهم جميعا لتجارب ومعجبهم جميعا لتجارب أما اليوم الثالث فكان عبارة عن رحلة ميدانية في محمية أرز الشوف حيث اطلع الأعضاء والمختصون على مجالات عمل المحمية وكانت المحطة الثالثة في غابات الأرز ومواقع التحريج المعاصر والباروك وتمت زراعة غرسة أرز بالمناسبة هذا هو المؤتمر الجايم تنوع البيولوجي الذي يكون في شرم الشيخ وجود غادي نيوز وآيجنسي متخصصة بالكومينيوكيشن في الانفيرمنتل إشيوز كتير مليح فأحنا بدنا نتعامل مع هادي نيوز بيكون البورت طغال وكمان بيقوي الصوت العربي لأن الصوت العربي في هذه المنتديات ما بيكون قوي في المنتديات العالمية فأحنا هذا كان عندكم دور مهم جدا تقدروا تلعبوه وأحنا نتعامل معكم على هذا أما أعمال اليوم الثالث والرابع فشملك لقاءات ونقاشات حول استراتيجيات وتقنيات إدارة المناطق المحمية كنتم مع غادي نيوز ترجمة نانسي قنقر